موسيقى الحرب على غزة في شهرها الثاني أكثر من أربعة عشر ألف شهيد وآلاف الجرحة غالبية المشافي توقفت عن العمل ومئات آلاف نازحين ممن فقدوا بيوتهم وأصبحوا في العرائم بلا مأوى أوضاع أكثر من مأساوية يعيشها أبناء غزة في ظل مساعدات إنسانية شحيحة عبر معبر رفح كل ذلك يستدعي تشكيل لجان طوارئ في المجالس المحلية في الضفة الغربية من أجل الاستعداد لإغاثة غزة في أول فرصة ممكنة في ظل الحرب المستمرة عليها منذ السابع من أكتوبر الماضي أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي تنتجها وطن بالشراكة مع مفتاح والتي نسلط الضوء فيها على دور عضوات المجالس المحلية في الضفة الغربية في ظل الحرب وللحديث أكثر عن هذا الموضوع رحبوا معي بالمديرة العامة للنوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي عبر سكايب الأستاذ أسماء خروب مسؤولة الإعلام في بلدية رامالله مرام توطح وعضوة مجلس بلدي كفر عقب علا بركات أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في هذه الحلقة نبدأ معك يا أستاذ أسماء من جنين يعني ما هي القرارات التي اتخذتها وزارة الحكم المحلي في ظل الحرب على غزة منذ بداية العدوان الصبيوني على أهلنا في قطاع غزة صدر قطاع من وزير الحكم المحلي المهندس مجد الصالح بتشكيل مجالس طوارئ مساندة للهيئات المحلية لكافة الهيئات المحلية في الضفة الغربية وكان الهدف من هذه اللجان هي مواجهة الحالة الطارئة التي نعيشها أيضا في مناطقنا في الضفة الغربية الحقيقة أن العدوان مستمر على أهلنا في قطاع غزة منذ 48 يوما وهو أيضا مستمر ومتواصل على أهلنا في الضفة الغربية سواء في المخيمات أو الكرة أو المدن الفلسطينية مما استدعى تشكيل هذه اللجان لتكون مساندة للهيئات المحلية في الوضع الطارئ الذي نحياه في فلسطين نعم أنتقل إلى الأستاذ مرام يعني العدوان في غزة ألقى بظلاله على كل الحياة في مدينة رامالله حدثينا عن دور بلدية رامالله أثناء هذا العدوان نعم بالبداية الرحمة لشهدائنا والشفاء العجل لجرحانا طبعا بلدية رامالله منذ اليوم الأول للعدوان قامت بوضع خطط أو الإعداد لخطط طوارئ وهي أيضا كما تعلم أنه العدوان جاء تقريبا مع بداية فصل الشتاء وطبعا إحنا دايما بكون في عنا خطط إن كان للطوارئ في فصل الشتاء أو غيرها ولكن عملنا على خطط أخرى في تداعيات في ظل الحرب على غزة وكما تعلم بلدية رامالله استقبلت في مجمع رامالله الترويحي الألاف من أهلنا من عمال غزة اللي كانوا في الداخل المحتل وكان بشكل طارئ اضطرنا أنه نستوعبهم يعني نلاقي مكان مناسب يحتويهم كمان خاصة عم نحكي عن أعداد كانت كتير كبيرة في ظل عدم وجود أي تنظيم لهاي العملية أو لدخولهم أو استعابهم في موقع في مدينة رامالله فقررنا أنه بالطبع مع محافظ رامالله والبيرة أنه نستوعبهم في مجمع رامالله الترويحي وهذا يعني بشكل يعني منقول ضغط على الخدمات المقدمة أيضا من في هذا المجمع لهذه الأعداد الكبيرة خاصة وإحنا عم نحكي عن مجمع ما بيتسع له في بعض الأحيان وصل العدد لدينا لألف ومتين شخص ولكن هذا على صعيد المجمع الترويحي واصطق بال أهلنا من قطع غزة في مجالات أخرى كان في قرارات لمجلس بلدي رامالله اتخذها في ظل العدوان على غزة وهي إرسال رسالة من قبل رئيس بلدية رامالله سيد عيسى قسيس لنظراءه في العالم في المدن الصديقة وعندنا معها اتفاقيات توقع وتعاوم وهي بتقدروا تلاقوها الرسالة على صفحة أو على اليوتيوب أكاونت اليوتيوب لبلدية رامالله هو وجه رسالة لرؤساء الهيئات المحلية دعا فيها لوقف الحرب والعدوان على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومات من أجل ذلك فكمان كان في عنا قرارات أخرى تتعلق ببعض التصويت في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة اللي الوقف العدوان على غزة أو وقف الحرب ووقف اطلاق النار صوتت هنغاريا ضد هذا القرار فاحنا عنا موجود شارع كان في مدينة اسمه هنغاريا صحيح تمتم بتغيير اسم الشارع صحيح قمنا بتغيير بإزالة هاي اللوحة ورسال رسالة للممثلية في المحافظة عن هذا القرار وأسبابه ومراجعتهم بهذا الشأن فطبعا في عنا تقرير أسبوعي كمان باللغات المختلفة يتم إصداره وإرساله للمدن التوأمة والصديقة لأنه دايما إحنا بنحس أن الإعلام الإسرائيلي هو أكثر نجاحا في الخارج وعن بوصل للصوت أكثر فبالمقابل إحنا لازم نعطي معلومات أكثر عن الحقيقة اللي بتصير في الأراضي هذا في بلدية رمو الله ماذا عنكم في بلدية كفر عقب أستاذي علا ضعينا في صورة الأحداث سعد مساكم مساء جميع خصوصا أنكم استقبلتم أيضا عدد لا بأس به من عمال قطاع غزة يسعد مساكم مساء جميع المشاهدين والرحمة للشهداء والإفراج إن شاء الله عن أسراننا جميعا والشفاء للجرح إن شاء الله طبعا بلدية كفر عقب ككون بلدية كفر عقب موجودة في موقع استراتيجي إحنا عملنا لجان طوارق بلدية كفر عقب كان مرت علينا قبل فترة اللي هي الكورونا وكنا يعني عاملين لجان طوارق واستمرت لجان الطوارق بناء على طلب محافظة محافظة الكوز كانت بمسابة تدريب يعني أكيد بناء على طلب محافظة محافظة الكوز أجلنا قرار بتكوين لجان طوارق فعلى الحارق يعني عملنا لجان طوارق بالتشارك مع كل المؤسسات الموجودة بالكفر عقب منها جمعية الهلال الأحمر جمعية سميرة ميز تنظيم كفر عقب اللي جان الشعبية بمخيم كالنديا بالتوافق مع كل هاي الناس طبعا عملنا لجان طوارئ بالمنطقة وفتحنا بلدية كفر عقب إنها تكون هي زي مشفى صغير لأنه موجود فيها مركز صحي لوزارة الصحة وموجود عنا كمان مكان لمركز الهلال الأحمر ببلدية كفر عقب فعملنا بلدية كفر عقب اللي هي تكون المركز الرئيسي لأي طارئ بكفر عقب عنا كمان مضخة زودناها بالسولر بالكامل للإحتياط لأي طارئ ممكن نمر فيه أنا كعضو بلدية وموجودة في لجنة الطوارئ طبعا أنا اشتغلت بهاي الفترة مع الستات بكفر عقب إيش الإحتياجات كنت قريبة من الناس كلها إيش إحتياجات الستات بمنطقة كفر عقب بهاي الظروف اللي بنمر فيها فعملنا دورات للإصعاف الأولي بمنطقة كفر عقب كمان كان عنا مع الدفاع المدني عدة دورات مع الدفاع المدني وفيها استفادوا الستات بشكل عام إيش ممكن لأي طارئ الست في البيت تقدر تعمل فمن ضمن هاي الأمور إحنا عملنا هيك بكفر عقب وإحنا جاهزين لأي طارئ في النهاية نعم أنتقد مرة أخرى للأستاذ أسماء يعني وزارة الحكم المحلي كما ذكرتي قبل قليل أوعزت للبلديات منذ بدء الحرب أو العدوان بتشكيل لجان طوارئ ما الذي تتوقع كوزارة حكم محلي من هذه اللجان الهدف من تشكيل هاي اللجان هو كان تحصين دور الهيئات المحلية وإسنادها كما قلت سابقا وتوسيع شراكة الهيئات المحلية مع المواطنين شفت العمل على أرض الواقع هل كان فيه التزام بهذه الأهداف كيف شفت الممارسة على أرض الواقع نعم نعم لجان الطوارئ هي عقارة عن مجالس إسناد ومؤاثرة وتحصين للهيئات المحلية كل لجان الطوارئ عملت على رعاية المواطنين ومحاولة إسناد ومؤاثرة المجالس البلدية والقروية في حالة الطوارئ اللي كما قلت نعيشها منذ بداية العدوان وقبل العدوان على غزة وكما قالت الأخت علا في الفترة الماضية فترة وباء الكورونا تم تشكيل لجان مساندة لكافة الهيئات المحلية وكانت هاي لجان المساندة مشكلة من النساء للتعامل مع المجتمع المحلي وخاصة النساء والأطفال والمسنين في فترة الكورونا وقامت بدور قوي وفعال جداً في تلك الفترة وما زالت هذه اللجان موجودة بالإضافة إلى ذلك نحن بعد قرار الوزير بتشكيل لجان الطوارئ كوحدة نوع اجتماعي طلبنا أن تتضمن هذه اللجان عضوات المجالس بالإضافة إلى ناشطات مجتمعيات وهي تقوم بدورها وفي أكثر من هيئة محلية تم عمل دورات للنساء جلسات تفريغ نفسي للأطفال والمسنين والآن ما زالت هذه البرامج متواصلة من خلال وحدة النوع الاجتماعي بالتواصل مع الهيئات المحلية والعضوات ولجان الطوارئ أنتقل إليك مرام في حال اليوم فتح ممار آمن عمر معبر رفح للدخول للمساعدات بشكل كامل لأهلنا المحاصرين هناك هل هناك مخططات لبلدية رمالله من أجل المساعدة في عملية الإغاثة؟ هل هناك مخطط مستقبلية لجمع مساعدات في المدينة؟ لغاية الآن قد يكون ذلك ممكن إذا تم فتح ممرات أو بالإمكان توصيل هذا ليس غريب عن بلدية رمالله أو بجديد عن بلدية رمالله مؤخرا قمنا بحملة كبيرة لدعم وإسناد من رمالله كلنا جنين وتم إرسال شاحنتين كبار لجنين بما يتعلق بمستلزمات الأطفال والأمهات بالأخص وذلك بناء على احتياجاتهم في المخيم أيضا بالـ 2014 كما أذكر كان هناك في مجمع رمالله الترويحي أيضا حملة كبيرة لأهلنا في غزة لجمع التبرعات والمساعدات والمعونات أحب أن أذكر نظار في هذا الإطار أن أهل البلد وأهل المدينة والمحافظة كلهم عندما أجوا عندنا عمال غزة كلهم بدهم يساعدوا بدهم يعملوا أي خطوة اللي يقدموا فيها فبلدية رمالله ليس غريبة عليها هذا الأمر وهذه الحملات الدعم والإسناد لأهلنا إن كان في غزة إن كان في جنين وغيرها فبالطبع أكيد بالإمكان ذلك وإحنا ندعم أي مبادرات أخرى كمان عم تنطلق من مؤسسات المدينة ومؤسسات المحافظة في هذا الإطار نعم أستاذي علا دعينا نتحدث أكثر عن دور العضوات في المجالس المحلية كيف تضع العضوات تحديدا الخطط ولماذا يقال في كثير من الأحيان أن النساء أفضل في هذه المواقع من الرجال لماذا برأيك؟ طبعا أنت بتحكي عن النساء بالنسبة للنساء اللي هي بتكون ممكن أفضل لأنه النساء دايما موجودة في الميدان كريبة من الناس يعني أنا كوحدة عضو بلدية في كفر عقب أنا دايما في الميدان دايما كريبة من الستات من الشباب من الصبايا من كبار السن فبكون ممكن بهذه الأمور ألم إيش احتياجات الناس بهذه الظروف اللي بنمر فيها لأنه السد دايما بتكون كريبة من الناس عارفة إيش مشاعرها عارفة إيش متطلباتها عارفة إيش ممكن ناقصها إيش بدها بهذه الظروف اللي احنا بنمر فيها فأنا كعضو بلدية دايما كريبة من الستات يعني لمست في هاي الفترة اللي مرينا فيها وهي كانت فترة صعبة جدا علينا بفلسطين كافة يعني إيش احتياجات للستات بهذه الظروف فلمست إيش بدهم إيش ناقصهم إيش بهم بحاجة إيش إيش إحنا كعضوات بلديات ممكن نشتغل معهم على هاي الأمور كمان هل هناك خطط مستقبلية لبلدية كفر عقب فيما يتعلق بإغاثة أهلنا في قطاع غزة أكيد أكيد طبعا إذا فتحت الممرات الآمنة أكيد رح يكون فيه دعم من كفر عقب وكل إشي بنملكه بكفر عقب رح نكون دعمين لأهل غزة طبعا إحنا كمان استقبلنا بعض العمال من اللي أجونا من غزة إلى على الضفة الغربية هون استقبلنا عدد كبير كانوا بديوان أبرميلة بكفر عقب يعني 150 عامي كانوا عندنا بكفر عقب وقدمنا الواجب واللي بدكدر عليه يعني قدمناه لهم إياه كنا مسندين لهم طبعا أستاذ أسماء يعني كيف حرصت الوزارة على تفعيل دور العضوات تحديدا في هذه الأزمة وما مدى التواصل والتنسيق فيما بينكم في هذه الفترة الصعبة بالحقيقة أنه إحنا في عنا في كافة المحافظات عنا منسقين ومنسقات للنوع الاجتماعي بتم التواصل من خلال هذا الموظف أو هذه الموظفة مع كافة العضوات في الهيئات المحلية بالإضافة للتواصل مع لجان الطوارئ والتواصل مع المديريات والتواصل مع المجتمع المحلي وعمل زيارات ميدانية ولقاءات الآن بحكم الوضع القائم وخاصة بجنين يعني يمكن عندك فكرة أنا مش دائما بقدر أروح على الوزارة بسبب الوضع الخاص في جنين أنا بعتبر جنين صورة مصغرة عن غزة وجنين تتعرض عدوان بشكل يومي يعني أنا في بداية اللقاء قلتلك الحمد لله الليلة مرت بسلام مرت بسلام على مخيم جنين وجنين ولكنها لم تمر بسلام على بعض قرى جنين لأنه كان هناك الكثير من الاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتية بالإضافة لأنه أول أمس كان هناك اعتداء قوي جدا على مخيم بلاطة ومدينة نابلس وتم تدمير الكثير من الشوارع واستشهاد العديد من الشباب الليلة هذه يعني صباح اليوم أفقنا على سبع شهداء في طول كرم وتدمير البنية التحتية في مخيم طول كرم التواصل الآن مع الموظفي الوزارة البعض يعني يتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأول أمس كان عندنا اجتماع لكافة موظفات الهيئات موظفات الحكم المحلي العاملات ووحدة النوع الاجتماعي عبر تطبيق الزوم يعني مش دائما بيكون التواصل متمكن انه يكون وجاهي وناقشنا موضوع لجان الطوارئ وعمل لجان الطوارئ ومشاركة العضوات بشكل فعال ونسقنا مع مؤسسات المجتمع المدني اللي من ضمنها طاقم شؤون المرأة وسيتم عمل دورات مكثفة في الإسعاف الأولي والتفرغ النفسي للنساء والمواطنين الرغبين بالمشاركة في هذه الدورات بالإضافة لعمليات الإغاثة يعني عند فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات لأهلنا في قطاع غزة ستكون معظم المناطق جاهزة وقد جمعت هذه التبرعات سواء المالية أو العينية لتقريمها لأهلنا في قطاع غزة نعم أنتقل إلى ما أهمية وجود النساء في هذه اللجان وكيف ينعكس إيجاباً على موضوع الإحتياجات برأيك؟ نعم طبعاً في بلدية رمالة لا يوجد فرق بين نساء أو رجال الجميع يعمل بشكل موحد بشكل دائم في الميدان مديرات الدوائر عضوات المجالس البلدية يعني عضوات المجلس البلدي عندنا موجودين كانوا في مجمع رمالة الترويحي بيساندوا أيضاً طاقم الموظفين في البلدية موجودين أيضاً في خطة الطوارئ هم اللي بيقروها يعني إحنا خطة الطوارئ تعتمد من المجلس البلدي اللي فيه عضوات مجلس بلدي وطبعاً بتابعوا هاي الأمور والاحتياجات اللي بتتعلق بالنساء والأطفال وعندهم وجهات النظر فيها بتم اعتمادها ومن ثم ارسالها للطاقم التنفيذي وذلك بعد خطوة يعني إجراءات متعددة من جانب التنفيذي بوضع هاي الخطط وطرحها على المجلس بعد اعتمادها طبعاً بيكون يداً بيد العضوات المجلس وأعضاء المجلس البلدي والطاقم التنفيذي كله في الميدان إن كان في مجمع رمالة الترويحي أو في الميدان في مدينة رمالة وغيرها بحب أشير لأنه في عنا كمان بمنتدى الخبرات وهو أحد المرافق التابعة لبلدية رمالة هناك الكبار في السن وهذا المنتدى مخصص لإلهم تم اعطاءهم دورات إسعاف أولي أيضاً في مثل حالات الطوارئ وغيرها تم اعطاءهم أيضاً دورات لكيفية التخلص من النفايات العضوية في المنزل يعني عم ننتجه لهذه الدورات وهذه الورش العمل التي نحتاجها في هذه الفترة بالذات وقريب العاجل إن شاء الله سيتم تحديث قائمة المتطوعين لدى بلدية رمالة كلهم بحسب اختصاصاته أيضاً من القرارات الأخرى البلدية مؤخراً إلغاء جميع أشكال الاحتفالات بالعياد الميلاد المجيدة صحيح وهذا يعني أمر مفروق منه يعني ما نحكي فيه حتى أنه قادر يعيد أو يحتفل في العيد في ظل 20 ألف شهيد صحيح في ظل كل هذا العدوان على أهلنا في قطاع غزة فهذا أمر مفرغ منه هذا العام لن يكون هناك احتفالات لن تكون هناك شجرة أصلاً في العيد لن يتم وضعها لن يكون هناك احتفال مركزي سنكتفي بإرسال رسالة رسالة بكل اللغات من مجلس كنائس رامالة وبلدية رامالة إلى كل العالم برسالة أننا شعب يستحق الحياة وأنه من حق أطفالنا العيش بكرامة ذكرت قبل قليل أستاذ مرام بأن النساء والرجال سواسية في البلدية بروحوا بتحركوا بروحوا على موضوع العمال في غزة في مجمع رمالة الترويحي ولا يوجد فرق في الوظيفة هل هذا الموضوع في كل البلديات برأيك أم أنه قل ما تجد بلديات تتعامل في هذا الشيء بالعكس أكيد وينما كان موجود في البلديات أنه الأعضاء والعضوات متعاونين وكتاكم حتى موظفين عمال في أي بلدية دائماً إيد واحدة بيكونوا متعاونين في كل شيء يعني مش بصر التركيز على الستات بالعكس نفس الواجبات والفقه نفس الواجبات يعني كل واحد حتى بيؤدي أكتر مما يقدر يعني أنه حسب استطاعته بيقدم الواجب وزيادة كمان وكنا إيد واحدة أكيد طبعاً في خدمة أهلنا في غزة ولكن في كثير من نساء يعني في مجالس قروية أو في هيئات محلية بشكل عام تتذمر من واقع مشاركة المرأة داخل هذه المجالس وتؤكد بأنه حقهم يعني بخدوهش بالشكل المطلوب ما رأيك بذلك؟ والله دائماً أنا ضد هذا الحكي لأنه عضوة البلدية هي اللي بتثبت نفسها بعملها بتقدمها في العمل كليجان كتطوع كخدمة المجتمع اللي هي موجودة فيه أنا مثلاً عضو بلدية كفر عقب أنا بكفر عقب عرفي إيش احتياجات الناس ممكن أنا أتوجه من دون قرار مجلس بلدي من دون استشارة أعضاء البلدية أنا إيش ممكن أشتغل فهذه الأمور دائماً أنا ضدها يعني أنه أنت كعضو بلدية إثبت وجودك أنت شوفي إيش احتياجات النساء أو الستات أو الأطفال أو كبار السن بهذه المنطقة وإنت شتغلي بالعكس يعني أنا كعضو بلدية وممكن بلاحظ أنه دائماً الأعضاء وعضو البلدية بكفر عقب دائماً بقولوا لي إدعسي إيش ما بدك أعملي تقدمي للأمام يعني اخدم المنطقة إنت إليك الصلاحيات إيش ما بدك تعملي فأنا ضد هذا الحكي من البداية من أول ما استلمت عضو بلدية وأنا ضد هذا الحكي إنت إثبت وجودك إنت دوري على الإيش الممكن تعملي للناس اللي بمنطقتك إيش بحاجة الأطفال إيش بحاجة الستات في عندنا كبار سن في عندنا كتير حدا بحاجة إننا نوقف معهم فإحنا نفسنا إحنا اللي بنتبت وجودنا مش إنه حدا بربتنا إيش نعمل أو حدا بمنع تحركاتنا بالعكس إحنا معنا الصلاحية معنا الحرية في التحرك بتعاون طبعاً مع أعضاء البلدية وإهم ساندين إلنا ورئيس البلدية ساند إلنا فدايماً يداً بيد إحنا بنعمل أستاذ أسماء حول هذا الموضوع أستاذ أسماء برأيك هل تأخذ المرأة الفلسطينية حقها الكامل اليوم داخل هيئات المحلية أم ما زال هناك فيه يعني مشاكل في هذا الموضوع شوف يعني هذا الجدل كبير بالنسبة لمعظم عضوات الهيئات المحلية الموجودات الآن في المجالس هم ناشطات نسويات وطبعاً لما تكون عضوة المجلس هي ناشطة نسوية أصلاً فهي معروفة للمجتمع المحلي وهي قادرة على التواصل وقادرة على إثبات ذاتها في بعض المجالس وخلينا نحكي بعض القرى الصغيرة وجدت المرأة في الهيئة المحلية كتكملة عدد وفي قانون الكوتا اللي إحنا حصرنا فيه ولحد الآن مش قادرين نطلع منه الست هون يعني ما إجت على المجلس بإرادتها إجت بس عشان هي تعطي التلاتين في مئة أو العشرين بالمئة هي تجبرت المرأة تكون موجودة ضمنها طبعاً هذا يعني هاي البوتقة المفروض أنه المرأة الفلسطينية تخرج منها وهذا بحاجة لشغل كبير وتغيير بالثقافة المجتمعية وتغيير حتى بالقوانين القوانين يجب أن تكون ملزمة أنه المرأة هي تشكل نصف المجتمع فليما تشكل نصف صانعي القرار في المجتمع الفلسطيني يعني المرأة قادرة وهي التي تتلمس احتياجات المجتمع المحلي هي اللي بتتعامل مع كافة فئات المجتمع فهي القادرة أن تمثل خلينا نحكي نصف المجتمع اللي هو النساء خصوصا يعني في مرحلة الدعاية الانتخابية البعض يضع يعني مثلا علم أو ورد مكان صورة المرأة أو يضع يعني اسم آخر لا أدري ترميز لا اسمها وكل هذه المواضيع ما رأيك بهذا الجدل؟ يعني الأخت أسماء هي جهة للاختصاص بالتأكيد ولكن كثير من ورشات العمل اللي حضرناها والاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات اللي بتتناول هذا الموضوع للأسف صحيح في مثل هاي الممارسات اللي ذكرتها إن كان في الانتخابات أو غير الانتخابات إنه تكون عضوة المجلس البلدي يعني تحت اسمها نزلت ويعني فازت في الانتخابات ولكن زوجها واللي يقوم دورها في المجلس وهذا بشهاداتهم همة نفسهم خلال مؤتمرات كثيرة حضرتها يعني وكانت قائمة عليها الوزارة أو غيرها من مؤسسات المجتمع المحلي أو الدولي للأسف بجوز هذا موجود في مجتمعنا ولكن مع الوعي ومع الحديث بكثرة ودائما عن هذا الموضوع ممكن أنه يقل يعني هذا الجهل بالذات في موضوع تمثيل المرأة في الهيئات الحكم المحلي ولكن كما ذكرت أنا أنه في بلديتنا لا يعني ما عمرنا نظرنا حتى أنه يجب أن تكون للمرأة مكانة مختلفة لا بالعكس إحنا في بلدية رمالة الجميع يعني القانون الحقوق والواجبات على كلها كانت رئيسة بلدية قبل دوارتين على ما أعتقد كانت رئيسة بلدية عنا إذا بنحكي عن بلدية رمالة معظم الدوائر هم مديرات في كثير من رؤساء الأقسام رئيسات أقسام فما في عندنا هاي التفرقة بين النساء والرجال كيف يبدو هذا الواقع الحال في بلدية كفر عقب بناحية الأقسام هل سبق وكان رئيس بلدية كفر عقب امرأة أنا لا أذكر لا أعرف لا صراحة لا أولا مرة كان رئيس بلدية كفر عقب سيدة بس إحنا كمان عدد كبير من الموظفين سيدات عنا مديرة البلدية سيدة كمان أكثر الموظفات في البلدية كلهم سيدات ولجنة الطوارئ تحديدة ولجنة الطوارئ طبعا فيها سيدات كثير وفيها متطوعات كمان كثير هل هم صاحبات قرار داخل البلدية؟ أم يتحكم الرجال في زمام هذه الأمور؟ كل واحد بمكان وصاحب قرار سواء ست أو رجل أنا هايك بحس وهيك بشوف أنه في معظم البلديات ممكن في تجاوزات في بعض الكرة مثل ما حكد ست أسماء وهو بممكن بسيط جدا بس إحنا كمان كعضوات بلدية نشتغل مع هذول العضوات اللي في بعض الكرة حتى أنه نغير من الثقافة ونغير من المفهوم أنه أنت كعضو بلدية إيش عليك إيش إليك يعني فإحنا كعضوات بلديات ممكن نشتغل معهم على هذا الإشي كمان حتى أنه نغير المفهوم نعم أستاذ أسماء ما هي البرامج اللي بتعملوا عليها والخاصة بعضوات الهيئات المحلية من أجل مشاركة أكبر للنساء في العمل المحلي بداية إحنا عنا دائرة التوجيه والرقابة للهيئات المحلية هاي الدائرة تقوم بزيارات على الأقل مرتين في السنة بتراجع محاضر الجلسات وبتراجع حضور الأعضاء والعضوات للجلسات وهي بتراجع كل الأمور الإدارية والمالية لكن ما يتعلق بالعضوات يتضح من خلال مشاركتهن في الجلسات إذا تغيب العضو أو العضوة أكثر من ثلاث جلسات دون عضر يحق للمجلس البلدي فصله لأنه موضوع المرأة يعني يختلف عن موضوع الرجل نجد أنه في عضوات كثير ما بحضروا الجلسات زي ما حكت الأخوات بحكم أنه زوجها بحضر بدلا منها أو أنه يرسل إلها المحضر للتوقيع عليه في المنزل طبعا هذا غير مقبول لا للوزارة ولا لوحدة النوع الاجتماعي بتم التواصل مع المجلس البلدي أو القروي وبتم التواصل مع العضوة نفسها وبنحاول أنه إحنا نقنع العضوات أنه دوركم تكونوا موجودات في الهيئة المحلية دوركم تشاركوا في صنع القرار وتم إعطاء العديد من الدورات واللقاءات وورشات التوعية لهذول العضوات سواء من قبل الوزارة أو بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإقناعهم بدورهم بس أنا برجع وبحكي أنه هذول العضوات ما يجوا بإرادة شخصية إما يجوا عن طريق الحزب أو عن طريق العائلة لتكملة الكوتا النسوية كيف تقيمون الأثر لهذه البرامج والمشاريع اللي بتقوموا فيها من أجل دعم انخراط النساء أكثر في هذا العمل أكيد الأثر إيجابي يعني ممكن مش ما يكون إيجابي بالشكل المطلوب بس إنه مع السنوات ومع العديد من العمل أكيد رح يترك أثر إيجابي ونحن نلاحظ التغيير بعد فترة لأنه أنت بتغير ثقافة مجتمعية وتغيير الثقافة يعني مش إشي بسيط نهائيا نعم أنتقل إليك يا أستاذ مرام في الستوديو يعني الحرب في قطاع غزة كان لها تداعيات كبيرة على مدينة رامالله وغيرها من المدن الفلسطينية سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها من الجوانب هل لك أنتوا حديثين عن أخطر هذه الجوانب التي عاشتها مدينة رامالله أثناء هذا العدوان المستمر ودخل شهر الثاني نعم بالإمكان ممكن أنه جهات الاختصاص يحكوا أكثر في هذا الموضوع كالغرفة التجارية أو غيرها ولكن الذي يمشي في شوارع مدينة رامالله في هذا العام والذي يشاهدها في الأعوام السابقة يعني يلاحظ الفرق الكبير جدا نظار إذا توافقنا الرأي يعني العديد من المحال التجارية في خلال هذا الشهر أغلقوا محلاتهم يعني بنشوف على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تم إغلاق المحل لغاية انتهاء الحرب أو غيرهم من البوستات اللي عم تطلع على الفيسبوك هذا غير اللي بنشوفه مشاهدة بأم عينا وإحنا ماشيين في شوارع المدينة المحلات مغلقة المحلات فارغة يعني عم نحكي عن المعظم أنا بعرف أنه في محلات لا ما تضررتش بشكل كبير ولكن مدينة رمالله هي مدينة يعني ليست صنعية هي مدينة خدماتية سياحية يعني إحنا منعتمد كتير في المحلات التجارية أو على الموسم السياحي مواسم الأعياد مواسم الصيف مواسم المناسبات زي مناسبة عيد الميلاد المجيد زي ما بتعرف مدينة رمالله يعني في مثل هذا العام بتكون مزينة شجر وبيزورها كسياحة داخلية أعداد كبيرة من أهلنا في المدن الفلسطينية المختلفة فهذا الحكي هلأ غير موجود إذا بتنتبه هلأ على ساعة سبعة مساء بتكون المحلات والبلد والمدينة مشلولة فممكن أكتر نرجع للخسائر أو الخاصة عم نحكي هلأ في ظل عدم وجود رواتب صحيح فكل هذا عم تأثر على والعمال في داخل خط الأخضر يعني موجودين في بيوتهم مش تغلوش في الداخل المحتل فكل هذا عم بأثر على العمال عم بأثر على أصحاب المحال التجارية وغيرها من الشركات أثناء العدوان على غزنة يعني لاحظنا ممارسات تعصفية على حاجز قلندية ماذا الحكي يأثر بشكل كبير على واقع بلدة كفر عقب ماذا فعلتم على أرض الواقع للحد من هذه المشاكل طبعاً إحنا في بلدية كفر عقب عندنا لجان إصلاح وعندنا المتطوعين عندنا لجان الطوارئ طبعاً تم إغلاق معبر كالندية وسكر معبر كالندية على الطلاب حاجز كالندية نعم كمان العاملين كلهم بكفر عقب أكثرهم يعني بعملوا في الداخل فكلهم كاعدين عن العمل حالياً وهذا أثر في المجتمع في كفر عقب أثر كثير إنه العامل كاعد عن العمل المعلمين كاعدين عن العمل وما فيه رواتب كمان المدارس نوعاً ما يعني مرات بدوموا ما أحياناً لا فكل هذا أثر عن المجتمع سبب ضغوطات عند الناس لما العامل بيشتغل بإسرائيل بيجيب كذا مبلغ وفجأة يعطل عن العمل لمدة شهر أو شهرين وما فيه دخل فكل هاي بتعمل توترات بالعيلة فإحنا بقرية كفر عقب يعني بتعاون مع الهلال الأحمر ممكن قدمنا كثير مساعدات للناس المحتاجة في المنطقة سواء الضفة أو كدس يعني فكمان يعني فيه مراكز كثير بتعالج الناس عندنا وهي تاب على بلدية الكدس وبتعالج مجاناً عندنا طوارئ مثلاً الهلال الأحمر لأنه يخدم الكبار بالسن يخدم الستات يخدم الأطفال فمن هاي الناحية يعني بلدية كفر عقب كان إلها دور بس بالنسبة لحاجز كلندي يعني ممكن التسكير والفتح عمال كفر عقب كلهم يتوجهوا للداخل للعمل يعني فهلأ كل العمال عطلين عن العمل يعني فتخيل أديش في ضغط على الناس بهذه الحياة اللي بيكون نعم أنتقل إلى الأستاذ أسماء أستاذ أسماء سؤال الأخير لحضرتك اليوم لو عدنا إلى موضوع لجان الطوارئ داخل البلديات والهيئات المحلية ما هي رسالتك الأساسية اليوم لكل سيدي داخل هذه اللجان يعني أنا رسالتي مش بس للسيدات في دجان الطوارئ مسالتي لكل السيدات في الشعب الفلسطيني يجب أن نعمل جميعا لمساندة أهلنا في قطاع غزة ومساندة أهلنا في الضفة الغربية يعني أنا كما قلت من البداية الاعتداء أو العدوان على قطاع غزة يتزامن مع الاعتداء على مناطق الضفة الغربية سواء المدن أو الكرة أو المخيمات الجميع رأى ولاحظ اعتداءات المستوطنين في الطرق اعتداءاتهم على أهلنا وهم يطفون الزيتون اعتداءات الجيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في المخيمات أكثر من 200 شهيد في الضفة الغربية منذ بداية العدوان على أهلنا في قطاع غزة يعني العدوان متواصل في كافة أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية فهون أنا بمجه لكافة النساء في المجتمع الفلسطيني إلى التضامن والعمل من خلال لجان الطوارئ أو من خلال أي مؤسسات نسوية أو شبابية أو متطوعين لغاثة أهلنا والمساعدة في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها سواء في الضفة أو القطاع أنتقل عليك يا أستاذ مرام يعني رسالة أخيرة إلى كل شباب ونساء وأهل رام الله حول أهمية دورهم الأساسي في المرحلة المقبلة وهو مرحلة جمع المساعدات من أجل إغاثة أهلنا في قطاع غزة ما هي رسالتك بهذا الخصوص؟ نعم طبعا أكيد إحنا بنشكرهم على دعمهم السابق ويعني هدول إخوتنا هدول منا يعني إحنا رفعنا لافتة على مبنى البلدية كلنا غزة وشعارنا في رام الله هو وي رام الله وإحنا حكينا وي جازة فإحنا بهذا الإطار أكيد مستعدين نشتل على هاي الحملات ومستعدين أكثر من ذلك كمان بالتأكيد مجلس بلدي رام الله دائما مستعد أن يأخذ هاي المبادرات ويحملها ويتوجه فيها مع السكان أنا كمان نزار بدأ أوجه الشكر لكل طواقم البلدية إن كان موظفين في الميدان أو على المكاتب أو غيرها الكل عم بيبدل الجهود الكبيرة الكل بدنا نقولهم يعطيهم ألف عافية وخاصة اللي عملوا في مجمع رام الله الترويحي في خطط الطوارئ في لجان الطوارئ أيضا المختلفة فهاي تحياتنا لهم أكيد وطبعا ما من ننسى زملائنا من الطواقم في بلديات غزة اللي لغاية الآن بالرغم من العدوان والحصار والتجويع وكل الممارسات الاحتلال لأنهم بيقوموا بدورهم على أكمل وجه في بلديات قطاع غزة صحيح أستاذي عودة رسالة أخيرة إلى أهلنا في قطاع غزة تحت القصف وتحت التدمير وخصوصا النساء عن جد ما يعجز اللسان عن إيش الواحد يحكي بهذه الظروف بس أقولهم أصمدوا أصمدوا إحنا معكم يعني وإن شاء الله النصر قريب يعني وبحكي لكل فلسطين أنه يعني هاي اللحظة أنه نكون كلنا إيد وحدة وكلنا متكاتفين مع أهل غزة ونمكف معهم لأبعد الحدود وإن شاء الله النصر قريب بيكون إلنا وإلهم يعني وبقولهم أصمدوا أصمدوا إن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله بإذن الله ذلنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر المديرة العامة للنوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي عبر سكايب من جنين الأستاذة سماء خروب ومسؤولة الإعلام في بلدية رمالة مرام توطح وعضوة مجلس بلدي كفر عقب علا بركات شكرا لكم على هذه المشاركة شكرا لكم كما أشكر كل من تابعنا في هذه الحلقة في ظل الظروف القاسية حم الله غزة وكل فلسطين وإلى اللقاء